بدايةً كده إيه أهمية إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار؟ طيب يعني خلينا نتكلم في الأول على فكرة إنشاء المجلس نفسه إحنا كنا في البداية إحنا عندنا في نقطة أساسية موجودة في استراتيجية مصر 2030 بتتكلم عن ضرورة إنشاء مجلس وطني للتعليم وكان يعني في الأساس بيستهدف المرحلة الخاصة بالتعليم قبل الجامعية تم تطوير الفكرة بعد كده في 17 إننا ننشئ مفوضية علية للتعليم في أحد مؤتمرات الشباب الفكرة تم تطويرها برضو فيما بعد وطرحها أمام المجلس الحوار الوطني في القضايا الاجتماعية واتطورت الفكرة من مفوضية علية للتعليم والتعليم الفني يعني التعليم قبل الجامعي يعني توسعت شوية ضمنا معنا التدريب كمان زي يعني مثلا عندنا الأكاديمية الوطنية للتدريب فدخلت كمان في مشروع القانون أخيرا بعد طرح القانون أمام الحوار الوطني والقانون بصورة النهائية اللي أكررت أخيرا تغير الشكل تماما بقى إننا بقى عندنا مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار وشلنا الجزء الخاص بالتدريب يعني إذا كنا أمام مجلس وطني بيختص بسياسات التعليم قبل الجامعي فقط لا إحنا بقى عندنا مجلس وطني بيختص بسياسات التعليم بشكل عام سواء كان تعليم قبل الجامعي سواء كان تعليم عالي سواء كان تعليم أزهري كل أنواع التعليم في مصر تم دمجها تحت مظلة المجلس الوطني للتعليم جميل جدا في البداية هو كان الهدف الرئيسي أنه يتم توحيد السياسات الخاصة بالتعليم قبل الجامعي لكن النص الأخير اللي صدر وأكرر من مجلس النواب الأسبوع الماضي هو بيقول أنه نضع السياسات العليا للدولة فيما يتعلق بالتعليم بكل أشكاله وأنواعه ومراحله يعني من أول الكيجي لحد ما نخلص الجامعة لشان نربط مع احتياجات سوق العمل الجزء الخاص بالبحث والابتكار أيضاً إحنا عندنا السياسات العليا للدولة في البحث والابتكار يعني دايماً نبص كده نشوف أنه نحن في عندنا المجلس الأعلى للجامعات مرتبط بالتعليم العالي والبحث العلمي الأكاديمية الأكاديمية البحث العلمي فإحنا ربطنا كله مع بعض تحت مظلة واحدة اختصاصات المجلس ده إيه؟ المجلس الجديد المفيد أو الدور الأول الاختصاص الأول ليه هو وضع استراتيجية وطنية للتعليم إذن إحنا هيبقى قدام استراتيجية وطنية متكاملة من ثلاث قطاعات القطاع الأول هو التعليم القطاع الثاني هو البحث والتالث الابتكار علشان يتماشى أيضاً يعني الكلام ده كله بيتفق مع الاستراتيجيات اللي أكررت سواء كانت استراتيجية التعليم قبل الجامعي سواء كانت استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي إحنا عندنا فيه استراتيجيات للتعليم قبل الجامعية. أكررت فيه 2016 من 16 إلى 30. وبعدين عندنا استراتيجيات للتعليم العالي أو التعليم الجامعي من 23 إلى 30. الاستراتيجيات دي كلها بتستهدف أننا نتطور بالتعليم من جيل أول إلى ثاني إلى ثالث إلى الجيل الرابع. اللي هو بيماشي أو بيجاري التخصصات المطلوبة عالميا. اللي هي إيه يعني؟ يعني إحنا كنا ما بنتكلمش عن اختصاص بعينه. يعني فيه بعض الوظائف احنا فيه كتب كتير تنشرت عن وظائف المستقبل مثلا. فنلاقي تأرير صادر أنه بعض الوظائف هتندثر ويطلع مكانها وظائف جديدة. فنلاقي أنه الناس اللي هي مختصة بالتكنولوجي أكتر أو الإي آي دول الطلب عليهم هيبقى زايد خلال الفترة اللي جاي. وزي ما شفناه فيه حديث السيد الرئيس في واحد من اللقاءات أو الأحاديث يعني. كان بيتكلم عن أهمية المؤهلين. تعلم البرمجة. أه تعلم البرمجة. الجزء ده ضروري جدا ومهم. خاصة أنه نحن بنشوف دلوقتي أن الإي آي بيقوم بأدوار مهورة. يعني فيما يتعلق بالكتابة والريسرش. وتعديل الصور والفيديوز والحاجات دي كلها. الجرافيك والكلام ده. لا بقى فيه تفرب تحصل في الموضوع ده. صحيح.